مرحبا بكم في اكسس و الذعب دو في الفيديو تالي من شاء الله راح نتعلموا كيفاش نتقوموا بالربط بين مختلف قواعد البيانات على ميكروسوفت اكسس ليهما ليغولاشيون انتر الي طابل ولا الباص دوني سور ميكروسوفت اكسس تخيلوا معي عندي مثلا هالجداويل هادهما ليهما القائمة اللوله هادية اللي فيها الكليون هالك طابل كليون كنا خدمنا فيها فالدرس اللي فاتو وعندي زيطلة هنا ينطابل تالي كومون يعني كل كليون كمارا كو تشوفو هنا يا داتلو اللي كوموند اللي لنصاهم علي يا ودر تاني جدول الثالث ووش فيه فيه ليزارتيك اللي كاني في كل كوموند يعني كل طالبية هالك بوند كوموند 0 1 تيري 0 0 1 هالكوش فيه مثلا المونتو فيه بونطالون وفيه انغوب هالك 0 0 2 فيه جوب وفيه شميز وهي رايحة اذا كمارا كو تشوفو دوكا ولو عندي ثلاثة جداول ولا ثلاثة قواعد بيانات انا دوكا وش حبيت حبيت نربطها ثلاثة قواعد بيانات بش يكونوا كامل في جود ولا واحدة دو ولا الوبجيكتيف تاعي ولا الهدف تاعي مدرسة اليوم كما كن راحوا لدوكا اللي هنا يا لطاب الكليون وش هكو تلاحظو هنا يا علي اصار كامل اكو تشوفو هاد زائد هادي يا فلكليون هدا يعبدو كن عبزت زائد وش هاي خرجو لي لي بوند كوموند كما راحوا كو تشوفو وهدلي بوند كوموند منينا ويجيبهم ويجيبهم الهادية لطابل دو كوموند هك شوف هنا مثلا لو كان راح لطابل دو كوموند هدية نفلتري غير عبدو هاي لك هاك دا نفلتري غير لك ليو عبدو شوف اللي عندو واحد زوج ثلاثة اربع عندو ربع لي كوموند لي هما نلقاهم هنا يكن عبزوا هدك الزائد صحة هدي حاجة واحدة وزيد في كوموند هادية مثلا النميرو طروة هالك بسي زيرو ان تيري زيرو زيرو طروة كن عبز زائد هدا كتاها راح يعطيني اللي كاينين فيها هاد اللي ازارتيكل هما نفس هم اللي كاينين هنا تشوف هنا يا ارتيكل راح لهنا بوند كوموند آن زيرو زيرو طروة نعبز اوكي وشك تشوف شوف اللي عنده هنا يا او وبول وسوات هالك نعود نولي اللي هنا تشوف او بول وسوات يعني هدا هو الهدف نضرت اليوم اذا نربط بين مختلف قوائد البيانات على الاكسس باش يعطيني جدول واحد فيه كل التفاصيل ليحبيتهم انايا باش يسهل الخدمة تاعي وهدا من بين تاني الفرق بين اكسل والاكسس اكسل كيكونو عندي بزاف صفحات لتحتها لازم نروح لكل صفحة باش نجيب المعلومة منهم ولكن في الاكسس في صفحة واحدة راح نجيب معلومات من مختلف صفحات ولا من مختلف قوائد البيانات وهدا والشي اللي هنتعلموه اليوم ان شاء الله في الدرس لنا تبعوه معايا اذا كنفتح قاعدة البيانات تاعي راح تخرج لي هاد النافذة بالمناسبة راح نخلي لكم هاد القاعدة البيانات في لا ديسكريبسيون وتعالى فيديو التحتها ليحبيت اليشارجيها ويخدم بيها مباشا كيتبها معايا في هاد الدرس اذا قلنا هتخرج لي هاد النافذة انا عندي هنا هي طروة طابل كما راكو تشوفو هاملك لطاب اللوله هي طابل الكليون الكرينا هي اللوله وابعد عدنا لطاب الكموند هالي كي نعبص فيهم بشي تفتحوه وعندي هنا لطاب الارتيكلي هاملك اللوله هي طروة طابل اللي عندي في هالجدول وكار هنشرحوا واحد لبرانسيب بتاع الكلي بريمار ولا براي ماري كي في ميكروسوفت اكسس وشنو هي صح نروح لطابل هادية مثلا طابل كليون ونبعد نروح للموند كرياسيون هنا كما شفونا في الدرس اللي فعتو هالك هاني في الموند كرياسيون اكو تشوفو هنا وين كان لان كليون اكو تشوفو هنا عندي مفتاح صغير هاولي كايت المفتاح صغير هادية معانتها الاسم تشوفو هادية هي والا مفتاح الأولي في هالجدول وش مانتها كيتكون عمود هي المفتاح الأولي معانتها هاداك النوع تها البيانات مرحش يتعاود لي في الجدول يسمى فادله لصع الاسم كل يتعاود في سطر واحد ما يقدرش يكون عندي نفس في بزاف اسطر في الجدول تشوفو نعمل في هاد المبدأ لازم نفهمهم له هو أنا لازم نخيرها بيع نور كيفاش نخير كلي بريمار تعي في كل جدول باش نشوفوه بعد كين بدوا نربطوا بين الجدول بلي راح ندوم الجدول الآنethي صفح في الأسمان بلغة الإنجليزية موضوع لي ما تبحث عنه ونروح للموت كمموند هناك في سطر واحد فقط هالك لاليسة للموت كممود نشوفوها نشوف للم Bernabe في سطر واحد هل الجدول اللي اللي بشربط للمبند مع الكليون نعود نروح للمجرد لي لا بس لوني تالي هزار تكل كيف نروح للموت كممود ونروح للموت مع الارتكل اذا كل ارتكل ما راحش يتعاون لي زوجي خطارات. كم هذا نميرو اول في ارتكل ما راحش يتعاون لي زوجي خطارات. هحيكون خطرة واحدة برك. اذا هدا بالنسبة ل كلي بريمار اللي يشوفو هنا على شكل مفتاح. هاد المبدأ لازم نفهمو بلك كل جدول. نقدر ندير هنا يا فاح وهاد الكلي بريمار هاد يتكون في العنصر. لي ما لا يجبش يتعاود في هداك الجدول. وهاد الكلي بريمار راح نستعملوها في الربط بين الجداول هاليشي اللي هنشوفوه ومن بعد ان شاء الله في هادو الدرس. صاح هذوك باش نبدأ بنربط بين مختلف الجداول هالك كتاكراك شوف ان هى انو حلاطة بالكليون هالك نشوف لاباس دو دوني تاعي ندلها اوكي نشوف لاباس دو دوني تاعي معنش هذوك الزائد هذوك اللي شفناه في المقادمة على الدرس سان هذوك احبت نربط بين مختلف هالجداول باش هو هنا في كل ما نعبض زائد يخرجوا لي بوند كوموند تاع هاداك هذا هو الهدف والدول here. كيف نبدأ ل هذا العبسة نحن لها الأغلبية واتي باس دوني. نحن نحن بها القفلة وهي اسمها ريولاسيون. هذي نحن بها ريولاسيون. كنت نحن بها قفلة ريولاسيون وكتبخها. هذه النافذة تصدقها. هذا النافذ تصدقها عنها فرغة. في العملي هذه النافذة تصدقها. نحن بها تلقى فيها تلك الحديثة لك. ومع ذلك الحديثة لنعبسها. كنا نعبسها تشوفو هنا يا باللي على اليمين خرجت لي هنا القائمة تقال الجداول وللقواعد البيانات اللي عندي في الملف تعيين. نقلق على بايزن تطلع. نقلق على طابل كليون تطلع لي هنا كليون نقلق على طابل كوموند تطلع لي هنا كوموند. صح هذه كارة مني بديت اول خطوة باش نكري هادل رلاصيون بين هالجداول. كما نكون تلاحظو هنا هنالك يا اخشوف هنا يعخرج لي كامل الاعميضة اللي كان في انالك ه strong can article عندي في الفناس له او عندي على الرفيرسبة لن لاندي في اليسارتكل هادولแحضى عندي في الجدول على العة الاتيكال هاي ولا نعود نقول لا هنا نشوف في ا instantly. هاكدائي عندي الائدي عندي الفناس بان져 عندي ارتيك لنفسهم اللي نقاهم انا ي�ارك ونفس الشي بنسبة اللي ليون ولي كوموند صحيح كنت شوفوا لك هذا الجداول كما يالتطلع في شوهي باش انا نبدأ نربط بينهم باش نربط بينهم suprem اول حاجة يجب نعرفها هي لازم نقدر نحرك هالجداول تاعي كما احبيت حبيت نبدأ بكليون هالك نجيب الكليون نجيب ده بالله صوري نحطها هنا شوفوا بالله قائمتها راي طويلة بزاف نقدر نحبط هنا يلتحت فلابورديو الهدية باش نكبر الحجم تاع هاد العطاب الهدية كليون بشي طفيشة لكل شي على ضربه صح انا وشنو الترتيب بتاعي؟ الترتيب بتاعي هو كليون عنده دي كوموند وكوموند في هادية ارتيكل هالي نحط كليون هنا نحط كوموند هنا قدامها ونحط ارتيكل هنا على اليمين وكما راكوا تلاحظوا المبدأ اللي حكينا عليه مقبل تاع البرامريكي ولا كلي بخيماخ اكو تشوفوا فيها هنا على شكل مفتاح في كل عنصر من هاد العناصر هادوما وقبل ما نبدأو نربطه بالجداول لازم نفهم مبدأ مهم بزاف 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 هادا لازم نتفهموا مليح ما راكوا تلاحظوا هنا عنديه الجدول هدا هادا يطاب الكليون راح نربط فيه لو كليون هدا مع لوكليون في لاطابل تعلية كوموند لازم نوع مبينة بالبيانات للكليون هادا يكون نفسه النوع مبينة في الجدول الاخر واشمع انتك ترى هنا يطاب الكليون نحن مثلا لها طاب الكليون نروح للانجلي هدا تاع كرياسيون الابارتت. كرياسيون نوع دو كليون راكتوب باللي النوع تالبياناتها وتكستكوخ هذا كنا شفناه في الدروس لي فاتوا ما شوفهم شقدر يشوفهم على قناتي في اليوتيوب وبمناسبة لعجبات هذا الفيديو ذي الهجام وتاني يابوني فلاش انتاعي تعلم ما عبدو فيها دروس اكسل وورد باوربوينت والاكسس وبثاف مجالات وحدة اخرين رمجاية ان شاء الله مستقبلا إذا نوش قلنا قلنا لونو دو كليون نوعتها وراه تكست كور هدي مهمة بثاف لو كان نحن لا طابت عليه كوموند اكتوف هنا لونو تاعلو كليون نحن لارتيا دي تاكرياسيون لازم يكون لونو دو كليون تاني تاكست كور لازم يكون من نفس النوع باش نقدر نربط بيناتهم اختراش منطقيا ما قدرش نربط نوعين من البيانات كي ما يكونوش كيف كيف ما قدرش نربط زعمة تاكست كور مع حاجة نوميريك بالاكسس يدي العلاقة بيناتهم لازم يكونو كيف كيف هدي حاجة وتاني باش تكون الخدمات عنا منطقية ما قدرش ندير ان كوموند لكليون ما عنديش في لاباس دو دوني تاعلي كليون بس ما لازم نتاكد بالاكدعوش عندي هنا يا فلا طابل دو كوموند هاملك لكو تشوفو فيهم هادو ما هادو اللي عندهم دو كوموند لازم يكونو يكزيستيو في لاباس دو دوني تاعي تاعلي كليون اللول هادك اللي خدمدها باش نكونو نخدمو بطريقة منطقية ما يقدرش واحد دو كوموند عليها هو ما كشو في قايدة البيانات تاعي لازم كي نخدم نخدم دون مانيار ميتو ديك نكريه لو كليون تاعي في قايدة البيانات تاعلي كومونتها ونورمال هاي لك هادا تاني شرط واحد اخر اذا نخوتي دوك راح نبداو نربطوا بين مختلف هالجداول باش نربط بين جدول في جدول اخر عادة ما نربط عنصر تكون عندو اون كليه بريمار مع عنصر تكون عندو اون كليه اتخونجا بخ autVEur قايدة القايدة تعليم معه نحن ربط معها هاهها كل شيء يقدر عندو بزاب عادة اللي onesي تعاود في الجدول ومايتعاوج في الجدول عادة الاتجاه يكون actu habit meta اللي muss really impact من مارك ان كين مفتاح تحلوين مش مفتاح نفق لانجه knowledgeable لان bio hayan ogni comando رابطو هنا ورابط من ماركAmerica ونا اش 있어서 رابطو هنا لان جهنل نعبز بلاسوري نجبدو نجبدو ونربطو هنا كف نحن اي كان نون جو копليون ووو نطلق الاسوري كان الجاي speaker خيالي لداعظ له grey هذا نافيد التالي퍼 발ام وهنا ك BLACK هنا ترغب على الرفض вмثنة الطابلة اخ bracket وهنا يدخل المهند واي Av certainly الفضان على اكثر الق fine وعلى اللي بعض الق Finch salty هنا سترتح التعديل الiform What the type of relationship او لانواع الارتباطات تشوفوا رسم بياني باش نفهمهم خير في العموم نستعملوا ثلاثة انواع من الارتباطات لهما اولا تانيا وثالثا تاختيار كل عنصر من الجدول الاول يجب ان يقبلوا عنصر واحد فقط من الجدول التاني اتخيل معي مثلا يكون جدول المواطنين مع رقم التعريف الوطني كل مواطن رح يكون عنده كود واحد بركة التعريف الوطني سمى ذكرنا في one to one relationship هذا بنسبة للمثال أول بنسبة لنوع التاني هي one to many relationships لو كان مثلا ندير جدولة ناية تاعة المواطنين هادو كتاعة مقبل وندير لهم لي كونت بونكار تاهم كل مواطن يقدر يكون عنده بزاف لي كونت بونكار إذن ذكرنا في حالة one to many من مواطن واحد البزاف لي كونت بونكار وفي نفس الوقت ما يقدرش يكون كونت بونكار واحد عنده بزاف مواطنين هذا ما يقدرش جاه واحد مواطن واحد بزاف لي كونت بونكار إذن هذا بالنسبة للone to many relationships والنوع التالث اللي نستعمل لهم ثاني بزاف هو many to many relationships تخيل معي عندي شركة تحديث فيها بزاف لي شوفر وبزاف طونوبيلات كل شوفر يقدر يستعمل بزاف طونوبيلات يخدم بيهم نهار يرح بالفورغون نهار يرح بالكات كات نهار يرح طونوبيل نورمال وتاني كل طونوبيل يقدر يصوقوها بزاف لي شوفر على حسب الحاجة إذن في هذه الحالة نكونوا في many to many relationships إذن كان هذا فتحنا بك قوس باش نشرحوا أنواع العلاقات نعود نولي وقاعدة البيانات تعنا وفي هذه الحالة كي ما قلنا هاي لك one to many هذه بالنسبة لأنواع العلاقات وكين حاب نكري هاد الارتباطة بين هاد الهيطاب ندير هاد الهيطاب كين عب بزاط لاحظ بالليل ولا عندي خط يربط بين هادين الجدوالين في الجزء هدايا تعنو إذن هذا بالنسبة لإنشاء الارتباطات بين الجداول وكين حاب نحب سوperيمي أنواع العلاجات نحن هنا نحن بزاطة بالقفلة اللعض روات على الصغرية هذه ونضر سوperيمي كين ذي سوperيمي يقول لي أتفو سير نضعوا لي ونحيط هذه العلاقة نعود نضع هذه الحالة نحن نضع الارتباطات المقبلة كالنجيان الكنجيان الكنجيان هكذا وبعد ذلك سنشوفوا ديزوبيئات أخرى لهم هاد وما لأكتشوفهم هنا عندي هنا ابليكي الانتغريتي الرفينانسيال كيف تلاحبك البداية ، من الميرات التواصلente لن årحة إذا الخروج ال deck و أدى الفجرية بأن نذهب أيضا لدل المائات التواصلおيد نظيف لتعدي الح 360 سأشرح أذكر أنها تخصففت bill لا نحن الأس llama هل الجزء وهل الجزء عندهم او لجهة او لجهة اخرى لازم تكون من احياء من جهة واحد اخرى سنو ما يخليها لش في جهة واحد اخرى باش ما يكونوش عندي دي ضوني او فلن زع ما ان ضوني زع ما ان ضوني ما عنداش المصدر تاعها في جهة واحد اخرى هذا بالنسبة لابليكي الانتقريتي ريفيرانسيال انا وش ننصحك تخدم بلي رلاشن دايما ابليكيها باش يكونوا لضوني تاعك كويرانت ولا منطقية بالنسبة اكساس اذا هذي قلنا نديروها وش عندي تاني لتحتى عندي ما تخاجوخ انكاسكاد ليشون كوريسبوندو هذي تاني لازم نكوشيها كي نخدم باش علاش كي نبدل حاجة في جدول معين احتي تبدللي في جدول واحد اخر قال بالكزمبل نراح لهنايا في الطابل تاعلي كوموند بدلت او نريفينوس تاعين كوموند مثلا ولا بدلت اسم تعكش ارتيكل في لي كوموند بشي تبدللي اوتوماتيكيا في الطابل تاعليك ليون هادو ما كينا فيشي لي كوموند من الجزء هدايا تاعلي كليون وعندي تاني هادية افاسي انكاسكاد ليزون رجيترون مو كوريسبوندو هادية تاني نكوشيها باش كي نمحي معلومة من جدول معين راح تتم حالي في جدول اخر في ميكروسوفت اكسس مثلا لو كان هنا سوبر ايمي كليون نحي من قاعدة البيانات لي كوموند تاعه راح يتسوبر ايميه مناطب هادية تاعلي كوموند هادية لازم نستعملها بحذر شديدها لازم نستعملها بحذر شديد اذا انخوتي هادو ما لازم نستعملها بحذر شديد اذا انخوتي هادو ما لازم نديروهم كلان كليون وما تريد هذه الأخير وما تلاحظون تلاحظون أن يخرجون هنا يا أمي. أو يقولون أن هم مستعملين ومفتوحين لا يمكنهم تطريبهم التوقف بشكل المشيء. نغلق هذه. نغلق هذه. نغلق قواعد البينت المفتوحين. هذه الأشياء مفتوحة. نغلقها. وهذه طابة المستعمل كيف نغلقها. وما تعود نفس الشيء. من أجل المستعمل للمستعمل المستعمل. نذهب لكي ببكتنا. وقد قمناها مقبلة. هادي وهادي وهادي. كما تلاحظو تكريات الهنايا لا ليزون ولا غلاصيون بين هاد ليطاب. لك تشوف هنايا وهنايا كاينما لنهاية. هدا هو الرمز تاع العلاقة من عنصر واحد من كليون واحد. البزاف عناصر ايدا كليون واحد يقدر يكون عنده بزاف. وبعدوش نغلق مثلا هالجدول هدا يتاع غلاصيون يقول لي لحبيت صوفقاردي. انا ندلوه. حبيت نورجتري. وبعد نحل هادي يا لطاب بتاع لي كليون. وش هكو تلاحظو خرجي هادك الزائد هادك لي ما كاش مقبل. هالي كان نروح لعبدو ندير الزائد. هحخرجو لقاع لي كوموند تع عبدو. اذا هدا هو الجزء اللي هو المتدر التاني. الجزء التاني وشنو هوا رح نديرو رلاصيون بين لي كوموند ولزارتيكل تاعهم كما شفونا هنا هي عندي لطابل دي كوموند فيها غير لبوند كوموند وحنا هي طابل تعليز ارتيكل فيها البوند كوموند بلزارتيكل كامل لكيني فيه. انا حبيت ندير علاقة بين هالجداول وش ندير نغلق منا نغلق منا نروح كيف كيف وين كنت مقبل. اوتي دوا باس دوني اندير هادية غلاصيون تخرجي لعبدو. لطابل دي كوموند هي هادية ولطابل دي زارتيكل هي هنا. انا نروح لطابل دي كوموند وين كان لرفيرانس تاع البوند كوموند هادية نقلسيها. نحطا هنا وين كان البوند كوموند ريفيرانس. ونفس الشي نديرو هادية ابليكي لانتغريتي ريفيرانسيال. ماتراجور بانتغريتي تلاحظ بلا تكريات العلاقة و الارتباط بين هالجدول و هالجدول نغلق هالجدول تاعي تاعي للكلين وش نكو تلاحظو دوك اخوتي نروح لهنا وين كان عبدو نفتح يخرجو الى بوند كوموند نفتح البوند كوموند يخرجو لي قاعد الارتيكل لكاين في هادك البوند كوموند. ودوكا راح نشوفوا اخيرة بزاف شابه في ميكروسوفت اكسس اللي هي راكوا تشوفوا هنا في البنده هدا النميرو تروا تعبدو في او وفي بول وفي سوات هالك نروح لطابل ذلك اشفوا معي مليح بنده نميرو تروا هاولك في او في بول وفي سوات في غير تروا ذلك انا وش حبيت ندير حبيت نزيد مثلا ارتيكل جديد لهذا البنده الحاجة المليحة في اكسس ولي ما نلقاش مثلا في اكسل اللي هي بلا ما نعود نولي هنا لطابل تاع ارتيكل ونروح لتحته ونزيد ارتيكل جديد داخل هاد البنده نقضى نروح مباشرة لهنا لطابل تعليق اليون راح لهنا نزيد نكتب هنا تي شيرت هايلك 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 كتبتها مباشرة اوكي ونخرج منها لصوري نخط له كيرسر تاعي في سيري الوحد اخرى وما بعد وشكو تلاحظو كين عود نولي لطابل هادية تاع ارتيكل نحبط لتحته تلاحظو بلي ما خرج ليش تي شيرت هنا يوميرو كارون تناف وش ندير انا نروح لهنا يا لاني فلنجلي اكو ندير هايلك اكتواليزيتو هايلك اكتواليزيتو غير نعبزها نحبط لتحته نلقى باللي خرج ليهنا في البند كوموند نميرو 3 الارتيكل تي شيرت هادي الابسيون اللي بزاف شابه اذا نقدر انا نخدم مباشرة بها الجدوى الهدايا اللي فيه الكليون وفيه البند كوموند وفيه لازارتيك نخدم غير على هذا هو راح يعمل لي اوتوماتيكيين قواعد البيانات الاخرى على ميكروسوفت اكساس اذا نخوتي هكذا نكون وصلنا لنهاية الدرس تعليم اللي هو كيفية انشاء الارتباطات بين مختلف الجداول على ميكروسوفت اكساس نتمنى يكون الدرس واضح ومفهوم لعنده اي سعول لاستفسار يخليوا لي تحت في كومنتر وابوني وتاني فلاشان تعيب اشتوفوا المزيد من دروس تعليم الاكسس من الصفر نتلقى ان شاء الله في الدرس الجاي سلام اشتركوا في القناة